مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير مناوتها مشرقة تدعو للتقوى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي قامت بصدقه الآيات والدلائل يوم عاشوراء يوم مليء بالخيرات والفضائل والحوادث والعبر والصبر والدروس وهو مشهور عند الأوائل والأواخر هذا اليوم الفاضل الذي فصل الله فيه بين الحق والباطل وبين الإيمان والكفر وفيه محطات أخرى مليئة بالحكم والعبر عن هذا الموضوع سيحدثنا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا نجدد التحية لكم مستمعين الكرام وأيضا نحيي معنا بالاستيديو فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا السلام عليكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا بكم وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله بكم ونشكر لكم حضوركم اليوم معنا بالاستيديو وللاستفادة أيضا من هذه المعلومات التي سنسمعها منكم بالنسبة لما يتعلق بيوم عاشورة نعم إن شاء الله الله يبارك فيكم بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يشرح صدورنا ونسأله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالإخلاص آمين أما بعد أحبابنا الكرام فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل هذا الحديث صريح في أن أفضل ما تطوع به من الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم لا سيما عاشراء وهو يوم العاشر من المحرم ويوم عاشراء أيها الأحبة له فضيلة عظيمة وحرمة قديمة وصومه لفضله كان معروفا بين الأنبياء عليهم السلام وقد صامه نوح وموسى عليهم السلام وورد أن قريشا كانت تعظمه وتكسو فيه الكعبة وأن أهل الجاهلية يصومونه روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس من اليهود قد صاموا يوم عاشراء فقال ما هذا من الصوم قالوا هذا اليوم الذي نجى الله موسى وبني إسرائيل من الغرق وغرق فيه فرعون وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي فصام نوح وموسى شكرا لله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم فأمر أصحابه بالصوم وروا الإمام البخاري واللفظ له والإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا يوم عاشراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر وروا مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال وسئل أي رسول الله عن صوم يوم عاشراء فقال يكفر السنة الماضية وفي لفظ في مسلم وصيام يوم عاشراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله فيا أيها الأحبة يسن صوم يوم عاشراء ويسن أيضا صيام تاسعاء وهو التاسع من المحرم فقد روى مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ولكن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله بل نص الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتابه الأم وكتابه الإملاء على صوم التاسعاء والعاشراء والحادي عشر إخوة الإيمان أحبابنا الكرام إن العاشر من المحرم أي يوم عاشراء مليء بالخيرات والفضائل والحوادث والعبر والصبر والدروس وهو مشهور عند الأواخر والأوائل في يوم عاشراء تاب الله تعالى على سيدنا آدم عليه السلام وفي يوم عاشراء نجى الله سيدنا نوحا عليه السلام وأنزله من السفينة محفوفا بالنصر وفي يوم عاشراء أظهر الله سيدنا موسى عليه السلام على فرعون الطاغية الظالم وفلق الله لسيدنا موسى ولبني إسرائيل البحر وفي يوم عاشراء أخرج سيدنا يونس عليه السلام من بطن الحوت وفي يوم عاشراء تاب الله على قوم يونس وفي يوم عاشراء حصلت غزوة ذات الرقاع وفي يوم عاشراء في يوم الجمعة في سنة إحدى وستين من الهجرة كانت الفاجعة التي ألمت بالمسلمين بمقتل صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقتل أبي عبد الله الحسين بن علي حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن بنته فاطمة رضي الله عنهما على أيدي فئة ظالمة فمات الحسين شهيدا سعيدا وهو ابن ثمان وخمسين سنة وهو الذي قال فيه جده صلى الله عليه وسلم وفي أخيه الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رواه الترمذي وأحمد والطبراني وغيرهم وقال صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن حبان وغيرهم أي محبتي له كاملة ومحبته لي كاملة وليعلم أيها الأحبة أن ما حصل لسيدنا الحسين رضي الله عنه هو سنة الله في الدعاة إلى دينه فهذا سيدنا نوح عليه السلام يدعو قومه إلى ما فيه خيرهم وصلاح دنياهم وآخرتهم يدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد يدعوهم إلى ترك الإشراك به سبحانه ألف عام إلا خمسين فيضرب بالحجارة ويشدخ رأسه بالصخر حتى يحمل مغشيا عليه ولا يؤمن به إلا نحو ثمانين شخصا وسيدنا إبراهيم عليه السلام يرمى في النيران والنار تكون بردا وسلاما عليه ويحيى عليه السلام يقطع رأسه وزكريا عليه السلام ينشر بالمنشار وموسى عليه السلام يكيد له الطاغية فرعون وينكل بمن آمن به وسيدنا عيسى عليه سلام الله يريدون صلبه على الألواح وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وها هو خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم يبعث في قوم يعبدون الأصنام والأوثان وتلهوا بهم الشياطين فيدلهم على ما فيه فلاحهم وخلاصهم من غياه بالجهل ويقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فيرمى بالحجارة حتى يسيل الدم من قدميه الطاهرتين ويقول سيدي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي ويقتل آل ياسر لإيمانهم بمحمد وبلال يضرب وسط الصحراء ويوضع الصخر على صدره وهو يقول أحد 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 فيقول له المشركون ألا تعرف غير هذه الكلمة فيجيبهم بقلب ثابت لو كنت أعرف كلمة تغيظكم أكثر منها كنت قلتها وذلك لما فيها من توحيد الله وتنزيهه عن الشريك والشبيه والمثيل والند والنظير ويخرج المؤمنون من ديارهم وتدك بيوتهم وتسلب أموالهم وفي غزوة أحد يقتل عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب صياد الأسود ويقتلع كبده من جسده وهذا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقتل وهو قائم يصلي في المحراب صلاة الفجر وهو يقرأ القرآن وهذا عثمان ذو النورين رضي الله عنه يقتل وهو محصور في داره وهذا علي المرتضى رضي الله عنه يقتل وهو خارج إلى صلاة الفجر نعم إنها سنة الله في الدعاة إلى دينه وفي هذا المقام أيها الأحبة لا بد من التنبيه إلى أمر عظيم ألا وهو أن من ناصر الحق وكان في صفه ومعه هو المنصور حقا وإن ظلم وقتل وإن نكل به ولو قطع أجزاء صغيرة فهو الرابح الفائز على الحقيقة وأن من جانب الحق وعاد أهله هو الخاسر المخذول ومن هنا نقول أيضا إن أبا عبد الله الحسين رضي الله عنه ما خرج إلا ليطلب الإصلاح في أمة جده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخرج أشرا ولا بطرا فقتل رضي الله عنه مظلوما ومنعوه أن يرد الماء في من ورد وأن يرحل عنهم إلى بلد وسبوا أهله وقتلوا الولد إنه الحسين الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبه يقبل شفتيه ويحمله كثيرا على عاتقيه فلو رآه ملقا على أحد جانبيه والسيوف تأخذه والأعداء حواليه لغضب الرسول من ذلك ولعز عليه إنه الحسين الذي ورد فيه ما رواه الإمام أحمد وغيره عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ملك المطر استأذن ربه أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة املكي علينا الباب وفي رواية حفظي علينا الباب لا يدخل علينا أحد وجاء الحسين ليدخل فمنعته فوثب فدخل فجعل يقعد على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منكبه وعلى عاتقه فقال الملك للنبي صلى الله عليه وسلم أتحبه قال نعم قال أما إن أمتك ستقتله وإن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه فضرب بيده فجاء بطينة حمراء فأخذتها أم سلمة فصرتها في خمارها قال ثابت البناني بلغنا أنها كربلاء ووجد بالحسين حين قطع رأسه ثلاث وثلاثون طعنة وأربع وثلاثون ضربة واستشهد من أصحاب الحسين اثنان وسبعون نفسا وقتل معه من ولده وإخوته وأهل بيته ثلاثة وعشرون رجلا منهم من أولاد سيدنا علي رضي الله عنه جعفر والحسين والعباس ومحمد وعثمان وأبو بكر ومن أولاد الحسين علي الأكبر وعبد الله ومن أولاد أخيه الحسن ثلاثة عبد الله والقاسم وأبو بكر بن الحسن بن علي بن أبي طالب رحمهم الله تعالى وأكرمهم وروا الإمام أحمد في مسنده بإسناد قوي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم بنصف النهار وهو قائم أشعث أغبر بيده قارورة فيها دم فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما هذا قال هذا دم الحسين وأصحابه لم أزل ألتقطه منذ اليوم قال عمار فأحصينا ذلك اليوم فوجدوه قتل في ذلك اليوم وروى الترمذي بسنده إلى سلم قالت دخلت على أم سلمة زوج النبي وهي تبكي فقلت ما يبكيك قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني في المنام وعلى رأسه ولحيته التراب فقلت ما لك يا رسول الله قال شهدت قتل الحسين آنفا وروى الحافظ بن عساكر عن شهر بن حوشب أنه قال إنا لعند أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا صارخة فأقبلت حتى انتهت إلى أم سلمة فقالت قتل الحسين فقالت أم سلمة زوج النبي قد فعلوها ملأ الله قبورهم أو بيوتهم عليهم نارا ووقعت مغشيا عليها قال شهر بن حوشب وقمنا وانتقم الله تعالى ممن قتله فإنه قل من نجى منهم في الدنيا إلا أصيب بمرض وأكثرهم أصابه الجنون مع ما أعد الله لهم من العذاب في الآخرة ونتذكر في هذه المصيبة ما رواه الإمام أحمد بإسناده عن فاطمة ابنة الحسين عن أبيها الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها فيحدث لذلك استرجاعا أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب بها وأخرجه ابن ماجة وأبو يعلى وابن حبان وغيرهم أيها الأحبة الأكارم في ختام هذه الكلمة نذكر لكم هذه الفائدة فقد نص علماء المذاهب الأربعة من حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة على أنه يستحب في يوم عاشراء وليلته التوسعة على العيال والأقارب من غير إسراف ولا مراءات ولا مماراة التوسعة أي في النفقة والتصدق على الفقراء والمساكين من غير التكلف فإن لم يجد شيئا فليوسع خلقه ويكف عن ظلمه لما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وسع على أهله يوم عاشراء وسع الله عليه سائر سنته وفي لفظ من وسع على عياله أخرجه ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال والطبراني في المعجم الكبير والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهم قال جابر رضي الله عنه جربناه فوجدناه كذلك وقال أبو الزبير مثله وقال شعبه مثله وقال ابن عيينة قد جربناه منذ خمسين سنة أو ستين فما رأينا إلا خيرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يتقبل منا إنه سبحانه على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير آمين آمين بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذه المعلومات المفيدة التي قدمتها لنا اليوم بالنسبة ليوم عاشراء معنا اتصال ألو ألو السلام عليكم حج هلادي وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم شيخ سليم وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله بكم وفي البرنامج المفيد جدا الله يجيكم ورحمة الله أهلين بارك الله فيك آمين شيخي بس بدي أسأل من هم أولي العزم من الرسل طيب مع السلام بعد الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أولو العزم من الرسل من الرسل هم الذين بلغوا الغاية في الصبر هم أفضل الرسل أفضل الأنبياء محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم السلام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أنبياء الله جميعا من أولهم آدم إلى آخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام جاءوا جميعا بدين واحد هو الإسلام آدم مسلم نوح مسلم إبراهيم مسلم موسى مسلم عيسى مسلم وهكذا كلهم جاءوا بالتوحيد جاءوا بالإسلام جاءوا بأمر الناس بعبادة الله الواحد الأحد الذي لا شريك له ولا مثيل والأنبياء عليهم سلام الله هم صفة خلق الله وبعض الأنبياء أفضل من بعض والله تعالى يفضل من يشاء على من يشاء بحكمته سبحانه وتعالى ومن هؤلاء الرسل الذين فضلهم الله تعالى على سائر الأنبياء والرسل محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح وخيارهم محمد هؤلاء بلغوا الغاية بلغوا النهاية في الصبر تحملوا كثيرا كل الأنبياء تحملوا وصبروا لكن هؤلاء أكثر وأعلى الأنبياء قدرا محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم السلام ونفعنا الله بهم آمين كمان معنى اتصال ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيك حاجة هندي أفرح سؤال على الشيخ أي أكيد تفضلي بارك الله فيك السلام عليكم فضيلة الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيك كنت قبل شوي كنت عم تحكي عن حديث من وسع على عياله أو أولاده شو ما لا توسعه يعني كيف أنه واحد بيعمل مع أهل بيته أو أولاده يعني من الأشياء اللي ممكن يسوي على ألوه بارك الله فيك وكمان سؤال تاني أنه لله سبحانه وتعالى أنه 99 اسم في أنه في أسماء توقفية ما معنى أسماء توقفية نعم طيب إن شاء الله الشيخ بيجاوبك على أسئلتك حجة بارك الله فيك سبحانه الله بش تطرقوا هال بالنسبة للعاشراء يعني مشهد سبحانه الله يبكي ويحزن القلب رضي الله عن الحسن والفصين بارك الله فيكم آمين بارك الله فيك حجة آمين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مع السلام كمان معنى اتصال ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مرحب حجة شونيك أهلا وسهلا الحمد لله بخير بارك الله فيك رب لك الحمد السلام عليكم شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله جزائكم الله فألوه خير آمين أسأل الله أن يجعل في ميزان حسناتكم آمين سيدنا الشيخ احنا المسلمين كلنا نحب ونحشق اهل البيت كلهم ولا نعبدهم لاننا نعبد الله وحده ولا شك المسلمين كلنا نكره قاتل الحسين او اللي اذى اهل البيت لكن هناك توضيحات انريد نعرفها من حضرتكم من هم الذي وعدوا سيدنا الحسين وقال له تعال الى كوفة وعندك 12 الف مقاتل وثم خانوا به اي اول شيء ثاني شيء هل يجوز نقول لبيت يا فلان وهل يجوز نقول يا فلان وعلان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام ورحمة الله والسلام عليكم الله يا اهلا وسهلا بالنسبة للسؤال عن التوسعة الحديث الذي ورد ورد بعدة طرق فبعض العلماء قالوا هذا الحديث من حيث الاسناد هو ضعيف لكن بمجموعه يروى في الفضائل وبعضهم قال بمجموعه يترقى الى درجة الحسن فبالحالين هذا الحديث يروى في الفضائل معناه ينبغي اجلالا لهذا اليوم يوم عاش وراء ولما له من فضل عند الله سبحانه وتعالى طلبا لرضى الله عز وجل من كان يستطيع ان يوسع على عياله يعني على زوجته واولاده ومن هم تحت نفقته يوسع عليهم في امر النفقة من غير اسراف ولا يريد بذلك الرياء ولا الفخر يوسع عليهم في هذا اليوم يعني يزيد في امر النفقة يزيد في امر الطعام والشراب وما شابه ذلك بحيث يقال له في العرف ان يوسع عليهم في هذا اليوم طلبا لرضى الله عز وجل ولما في يوم عاش وراء من حرمة فان فعل هذا طلبا لرضى الله سبحانه وتعالى يعني انفق عليهم زيادة عما كان ينفقه قبل من غير اسراف لا يصل الى حد الاسراف ولا يريد الفخر الله سبحانه وتعالى يوسع عليه سائر السنة يعوض عليه ما انفقه في هذا اليوم طلبا لرضى الله سبحانه وتعالى طيل هذه السنة يوسع عليه فيها ويعوض عليه زيادة هذا لمن اخلص لله سبحانه وتعالى والعلماء عدد منهم كبير ذكرت اسماؤهم في كتب العلم جربوا هذا الامر يعني فعلوا هذا مع عيالهم ووجدوا ذلك في السنة ان الله وسع عليهم وما شابه ذلك هذا الامر الاول السؤال الثاني عن الاسماء اسماء الله الحسنى نعم ما قاله علماء السنة اسماء الله توقيفية يعني جاء بها الشرع لا نسمي الله الا بما سم به نفسه لا نطلق على الله تعالى اسما الا ما هو ثابت في الشرع جاء به القرآن وجاء به الحديث الصحيح واجمعت الامة على ذلك يعني لا نسمي الله تعالى باسماء من عند انفسنا ما من ابتدع من عنا ومنألف من عنا اسماء فننسبها الى الله سبحانه وتعالى بل نقول اسماء الله توقيفية يعني ما سم الله به نفسه نسميه ما سماه به رسوله نسميه مش من عند انفسنا منسمي رب العالمين باسماء هذا معنى اسماء الله توقيفية لأنه في كثير من الناس من الجهال يطلقون على الله أسماء ما أنزل الله تعالى بها من سلطان فقبل أن تنسب إلى رب العالمين هذا الاسم اعلم أولا ينبغي أن تعرف حكم الشرع هل هذا مما ثبت في الشرع أنه من أسماء الله أم لا هذا الجواب على السؤال الثاني باختصار السؤال الثالث عم تسأل أختنا عن عاش وراء وقديش فيها فضل وقديش حصل الحسين هو الذي ذكرناه نحن هو بالحقيقة شيء قليل لأجل الوقت ولكن كل ما ذكرناه هو من كتب أهل السنة لو فتحنا كتب الإمام الحافظ الطبري وهو من السلف الصالح كتاب ابن الأثير كتاب ابن الجوزي وما شابه ذلك نجد أنهم أوردوا هذه الحادثة بشكل لا غلوة فيه ولا تقصير ما أوردوا فيها الأكاذيب والإفتراءات والشائعات ولا أوردوا فيها ما فيه تنقيص وحط من مرتبة الإمام الحسين رضي الله عنه سؤال كذلك للأخ اللي عم يسأل نعم كل أهل السنة والجماعة يحبون أهل البيت وبيحترموا أهل البيت وبكل صلاة نحن من صليها من أول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد آل البيت لهم منزل عالي عند الله سبحانه وتعالى لا أحد ينكرها إلا إنسان يعني أعمى القلب أعمى البصر والبصيرة فحسين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين فمحبة النبي له كاملة ومحبته للنبي كاملة وهيك أصحاب النبي كان بيحبوا أهل البيت مثل أهل البيت بيحبوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أهل البيت الأكارم العظام كانوا يصلوا خلف أبي بكر وكانوا يصلوا خلف عمر وكانوا خلف عثمان وكانوا في مجالسهم ويتشاوروا فيما بينهم وكان يغزون معهم في الغزوات حتى من أسماء أولاد سيدنا علي أبو بكر وعمر وعثمان الأكبر وعثمان الأصغر من أسماء أولاد الحسن أبو بكر وذكرنا أنه من أولاد علي من اسمه أبو بكر استشهد مع الحسين في المعركة سؤال الأخ من هم الذين وعدوه ووعدوا الحسين في ناس من أهل الكوفة دعوا أنهم من أنصار سيدنا الحسين وأنهم يريدون مبايعته وبعتولوا رسائل وطلبوا منه أن يأتي إليهم فترك المدينة وجاء إليهم على أن يناصروه على أن يكونوا معه على أن يكونوا في صفه فهو رضي الله عنه سار إليهم ومعه هذه المواثيق وهذه العهود هذه الرسائل وهذه الكتب التي جاءت من قبلهم بسبب ما حصل في تلك الأيام من ظلم فأراد هو النصر وأراد الإصلاح في أمة النبي صلى الله عليه وسلم فتقدم عدد من الصحابة ومنهم من أهل البيت الكرام كعبد الله بن عباس توجهوا إلى سيدنا الحسين وبذلوا له النصيحة لا تذهب هؤلاء خذلوا أباك قبلك سيخذلونك الآن أنتم أهل البيت لا تريدون الدنيا تريدون الآخرة أنتم كذا أنتم كذا حتى أن عبد الله بن عمر لما عرف وكان الحسين قد سار وانطلق لحقه على مسيرة أيام والتقى به وأوصاه لا تذهب وإلى آخره الحسين رضي الله عنه قال له هذه مواثيقهم وهذه عهودهم ينتظروننا فلا يكون إلا ما قدر الله سبحانه وتعالى فقال له عبد الله بن عمر أستوضعك الله من قتيل ابن عباس قال له إن كنت مصر على الذهاب فاذهب وحدك مع الرجال دون النساء من أهل بيتك ودون الصغار يعني كل أسدى له النصيحة ولكن لا يكون إلا ما قدر الله وهو لا يريد إلا الإصلاح لما ذهب ما وجد أولئك الذين يريدون نصرته أو أرسلوا له نريد مبايعتك ونصرتك يعني رأى نفسه وحده ومن معه ممن جاءوا من أهل البيت والفرسان الذين معه فأولئك الظلمة وهذا أمر بتعلق بالزعامي وبالسياسة ما له علاقة يعني بموضوع العقائد الدينية مش لأنه الحسين هو كذا فهني عم يحاربوا لأنه هو على دين الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى نهج النبي محمد عم يقاطلوا أي مواضيع يعني زعامي وسياسية من باب الإنسان أولئك يريدون الدنيا وهو يريد الآخرة فحاصروا فألهم عندئذ يعني خلوا سبيلي إما أن أذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين وإما أن أرجع من حيث كنت إذن هو هكذا كان يريد كان ينبغي وكان يجب عليهم أن يقبلوا منه ما قال لكن أصروا على هذا الأمر الذي هو عليه وحاصروه وقتل معه من قتل وآذوه وظلموه ورب العالمين حسيبهم يوم القيامة وهو ارتقى شهيدا سعيدا وهذا بذكرنا أنه ممن هم أفضل من الحسين سيدنا علي أفضل أبوه كذلك سيدنا علي رضي الله عنه كان خارج لصلاة الفجر وتعرض له أحد الخواج فقتله أخوه الحسن كذلك مات مسموما عثمان رضي الله عنه مات وهو محاصر في الدار في بيته عمر بن الخطاب وهو يصلي صلاة الفجر قتل سيدنا يحيى نبي الله قتعت رأسه سيدنا زكريا عليه السلام نشر بالمنشار هكذا حال الدنيا لأن الدنيا لا تساوي عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوض هؤلاء أحبابه ومن يرد الله تعالى به خيرا كثيرا يبتليه ينزل عليه ويكسر عليه من مصائب الدنيا ولكن يحميه من المصائب في الدين هؤلاء أحبابه وأهل طاعته فالعلماء من أهل السنة والجماعة ذكروا أن هذا يوم عشورة حصلت فيه هذه الحادثة كما حصلت فيها عدة حوادث عبر التاريخ والنبي أرشدنا وشجع على صيام هذا اليوم شكرا لله تعالى على نجاة موسى فنحن نصومه طاعة لله عز وجل ليس كما تفعل النواصب في فرقة اسم النواصب ينصبون العداء لأهل البيت ما بيحبوهن وأكيد أهل السنة براء من هذه الطائفة والفرقة المنحرفة بصير عندهم يوم عشورة فرح بصير بيفرحوا بيغتسلوا بصير بيكتحلوا بيختضبوا بيتزينوا على زعمهم أنه فرحا بما حصر للحسين هؤلاء يعني فرقة منحرفة وفيه من الناس من يتخذون يوم عشورة مثل مأتم وبجددوا فيه الأحزان الشرع ما أمرنا أن نتخذ يوم وفاة الأنبياء مآتم فأهل السنة سركوا الطريق الوسط المعتدل الذي جاءت به الأحاديث الشريفة على الوجه الذي بيناه بعون الله عز وجل بيبقى سؤال الأخ عم يقول إذا واحد قال لبيك يا فلان أو يا علان مجرد الكلام لبيك يا فلان بنقال نحن نقول للأولياء والصالحين إذا تطلب منك شيء لبيك إذا واحد من الصحابة قال النبي لبيك يا رسول الله أو من أهل البيت قال النبي لبيك يا رسول الله هذه في اللغة العرب لها معنى غير المعنى الذي إذا قلنا فيه لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لها معنى إجابة بعد إجابة على المعنى أنك أنت يا الله تستحق العبادة ولا نعبد إلا إياك أما إذا قال صحابي للنبي لبيك يا رسول الله أو أحد المحبين والمريدين لأي بكر أو لعمر أو لعثمان أو لعلي أو للحسن لبيك يا علي لبيك يا أبو بكر هذا ليس معناه كقول لبيك اللهم لبيك معناه أنت كذلك مؤهل أن نطيعك في طاعة الله سبحانه وتعالى هذا معناه هذا يقال له من باب الأدب والاحترام ليس على وجه العبادة لهذا الإنسان هذا باختصار إن شاء الله من أنت إلى الاتصال التالي ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله وفيك بس فيك توضح لنا ما هي شروط الطلبة أعيدا هو بارك الله وفيك وفيك آمين وعليكم السلام ورحمة الله كمان اتصال ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بس أنت يسأل إذا شخص دخل في صلاة جماعة في آخر لك هل يكونه نفس سواب الجماعة كمن بدأ معه وفيك آمين وعليكم السلام ورحمة الله اتصال آخر ألو السلام عليكم وعط الله بركاته وعليكم السلام ورحمة الله وزي أستاذنا وكبيرنا الدكتور سليم علوان أهلا بك أهلا وسهلا بك أهلا بك أنا ليه سؤال يا دكتورنا أنا كنت في العراق يعني من سنين طويلة عد 9 سنوات فروحت كربلاء فأم وفاة سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه فوجدت يعني مروحة المسجد لقيت حاجات غريبة جدا لقيت فيه نساء يلطمون يلطموا على وشهم وعلى صدورهم ويرغوا اضطراب عليه ونقيت الناس يجال مسكين مطاوي وبيأطافوا وشهم شيء غريب جدا فده ليه ومين دول لو سمحت شكرا فهل هذا هو الاحتفال أو سبحانه الذكرة سيدنا الحسين سلام عليكم والسلام بالنسبة للسؤال الأخت عن شروط التوبة نعم التوبة لها شروط يعني من وقع في ذنب من الذنوب حتى يمحى هذا الذنب لابد له أن يتوب توبة صحيحة بشروطها هذه الشروط إن أتمها الإنسان على وجهها تمحى عنه أو يمحى عنه ذلك الذنب وليس من شروط ولا أركان التوبة أن يقول بلسانه أستغفر الله إنما من شروط التوبة ومن الأمور التي لابد منها لصحة التوبة أولا الإقلاع عن هذه المعصية يتركها فورا ثانيا يعزم بقلبه أنه لن يعود إليها ثالثا أن يندم على ما فعل أسفا أنه ما راع ما أمر الله سبحانه وتعالى هذه الشروط الثلاثة التي لابد منها لصحة التوبة ويزاد عليها شرطا رابعا إن كان هذا الذنب يتعلق بترك فرض أو يتعلق بتبع لآدمي فلان سبى هذا المسلم ظلما وعدوانا أكل ماله بغير حق سرق ماله وما شابه ذلك كيف تكون توبته أن يقول بلسانه أستغفر الله فقط أن يذهب إلى الحج فقط أم الإقلاع عن هذه المعصية والعزم على أن لا يعود إليها وأن يندم على ما فعل وأن يسترضي ذاك المسلم الذي سبه سامحني بإله أو أخذ ماله بغير حق يسترضيه أو يرد له المال هكذا كذلك إذا كان تاركا لفرض من الفرائد كان تارك لصلاة كان تارك للزكاة كان تارك للصيام يقال له مع هذه الشروط الثلاثة لأنها الإقلاع عن المعصية والعزم على أن لا يعود إليها والندم على ما فعل يزاد شرط الرابع وهو أن تقضي ما فاتك عليه قضاء صلاة عليه قضاء زكاة عليه قضاء صيام وهكذا إذن هذه هي شروط التوبة التي لابد من مراعاتها حتى يمحى عنا الذنب ومن تاب توبة صحيحة بشروطها محى الله تعالى ذنبه كما جاء في الحديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له إذا كان تاب توبة صحيحة طيب بالنسبة لمن وقع في الردة كيف تكون التوبة؟ من كان على الإسلام ثم وقع في الردة يعني ترك الإسلام بسبب قول أو فعل أو اعتقاد سواء كان في غضب أم في مزح أم في جد ورضا تلفظ بالسانو مثلا والعياذ بالله كما سبت الله أو مسبت الإسلام أو أحد الأنبياء أو فعل بجوارحه فعلا يخرجه من الدين كأن رمل مصحف في القازورة أو اعتقد في قلبه ما يناقض الشهادتين كأن اعتقد أن الله جسم أو أن الله ضوء نور يتلألأ ملأ السماوات أو ساكن العرش أو يتجول ويطلع وينزل يعني شبه الله بخلقه أو اعتقد أن الله ما خلق كل شيء اعتقد الله له شريك الله خلق الخير وعدوه خلق الشر هذا اعتقاد يخرج عن الإسلام يقال له من وقع في هذا فورا رجوعك للإسلام يكون بالنطق بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد الرسول الله حتى يدخل في الإسلام يعني لا يكفيه ولا ينفعه أن يقول بلسانه قبل الشهادتين أستغفر الله أو ربي اغفر لي أو يوزع خبز ورزع الفقرة إنه يتشهد ليخلص من الكفر الذي وقع فيه حتى يدخل في الإسلام بعد الشهادتين إذ هو أحب يقول أستغفر الله له أن يقول بقدر ما يريد طيب كمان سؤال بالنسبة للتوبة آخر وقت لقبول التوبة باب التوبة لا زال مفتوحا نعم ولكن إذا وصلت الروح إلى الحلقون معناه وصل إلى حالة اليأس من الحياة نعم ما لم تبلغ الروح الغرغرة أي إلى الحلقون نعم ما لم تصل إلى هذا الحد يعني هو عم تخرج روحه من جسمه وبيقول أنا بدي توب فاته الأمر أيها أو طلعت الشمس من المغرب هي أمنعين تشرق الشمس من المشرك سيأتي وقت تشرق الشمس من المغرب ذاك وقت يغلق فيه باب التوبة لا تقبل بعدها توبة من يريد أن يتوب يعني هون من تذكر فرعون أنه ما حصل معه عندما نعم صحيح فرعون الذي مات غرقا بعد ما عرف أنه سيموت وصل لحات لأسهم الحياة له أمل يعيش قال آمنت بالذي آمنت به بني إسرائيل الله ما قبل منه ذلك عم تسأل أختنا سؤال أنه الذي دخل في صلاة الجماعة في آخر الصلاة بيطلع له سواب على القدر الذي لحق به الجماعة أما الذي يدخلها من أولها سوابه أكثر أكيد سوابه أكثر عم يسأل الأخ في بعض المآتم أو بعض الأماكن عن ذكرى الحسين رضي الله عنه في لطم الخدود أو شق الجيوب أو ما شابه ذلك هذا كله جاء في الحديث النبوي الشريف النهي عنه إذا كنا عم نعز أو عم نتقبل التعازي الإنسان أكيد بيحزن والحديث الشريف ورد أنه منقول إنا لله وإنا إليه راجعون بل الحسين نفسه كان يعلمنا ويقول أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمنا إذا إنسان تذكر مصيبة حصلت ولو كان طال عليها وقت فليسترجع فليقول إنا لله وإنا إليه راجعون أما الغلوف هذا لا يحبه الله سبحانه وتعالى والإضرار بالنفس هذا شيء لا يحبه الله سبحانه وتعالى نعم كمان وردنا سؤال بالنسبة لهذه العبارة الله تعالى خالق الأسباب والمسببات فلو تشرح لنا هذه العبارة شيخ عقيدة أهل الإسلام التي نص عليها الشرع والعقل يشهد لها أن الله تعالى هو خالق كل شيء ولا شريك له سبحانه هو خلق كل شيء فلا يحتاج إلى شيء من خلقه خلق الأسباب وخلق المسببات طعام تناور الطعام هو سبب إذا أكلنا نحن تناور الطعام سبب للشبع إذن الطعام سبب والمسبب عن الطعام هو الشبع إذا شربنا هذا سبب المسبب عن الشراب هو الارتواء يقال له مسبب فإذن السبب والمسبب بخلق الله سبحانه وتعالى يعني الطعام نفسه لا يخلق الشبع والشراب نفسه لا يخلق الارتواء والنار نفسها لا تخلق الإحراق والسكين نفسها لا تخلق القطع إنما الخالق هو الله الله ليس له شريك لا يستثنى من هذا الشيء كل ما دخل في الوجود من غير استثناء هو بخلق الله الله ليس له شريك في الخلق سبحانه وتعالى ومشيئته سبحانه وتعالى غلبة المشيئات كلها لأنه هو الخالق والله غالب على أمره لا يصح في العقل أن يقال الإله الذي خلق العالم عاجز أن يخلق كذا هذا شيء العقل لا يقبله وهذا خلاف الشرع الإسلامي فلذلك نعمم ونقول كل ما دخل في الوجود من غير استثناء هو بخلق الله قال الله في القرآن وخلق كل شيء وقال سبحانه هل من خالق غير الله معناه لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى هنا حضرني شيء قد واحد يتساءل فيه تجي باللغة العربية كلمة خلق بمعنى غير الإبراز من العدم إلى الوجود ونقول له كلمة خلق بمعنى أبرز من العدم إلى الوجود هي خاصة بالله سبحانه وتعالى فإذا قلنا الله خلق كل شيء معناه أبرزه أحدثه أخرجه من العدم إلى الوجود لكن اللغة العرب واسعة تجي خلق بغير معنى أبرز من العدم إلى الوجود تجي بمعنى صورة كما قال الله تعالى في حق عيسى عليه السلام وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير معناه تصور من الطين هيئة الطير ثم تنفخ في هذا فبإذن الله عز وجل الله يجعل في هذا روح فيطير معناه تصور إذن خلق في لغة العرب الأصلية تستعمل لأكثر من معنى إذا كانت بمعنى أبرز من العدم إلى الوجود فهذا المعنى خاص بالله رب العالمين بارك الله فيك فضيلة الشيخ سؤال بالنسبة للورد مثلا إذا عنده شخص ورد ماسكه مثل الورد الرفاعي أو صلاة الضحى من الصلاة النوافل هل يستطيع أن يقضيها إذا فاته هذا نعم بالنسبة لصلاة الضحى لها وقت معين لذلك يقال لها صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس بقدر رمح يعني حوالي ربع ساعة بعد طلوع وشروق الشمس إلى استواء الشمس في هذا الوقت يصلي صلاة الضحى يصلي ركعتين أربعة ستة يعني ركعتين بيسلم ركعتين بيسلم ستة وأثمانية وهكذا فإذا فاتت في هذا الوقت تقضى إذا كان إنسان مننا مثلا ملتزم بنوع من الأذكار المعين بيقولها كل صباح فبعد الفجر فاتته كان معود يقول مثلا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيمة وأتوب إليه مئة مرة الصلاة على النبي مئة مرة التهليل مئة مرة ثم فاته في هذا الوقت فيه يقضيه فيه يعيده فيه يعيده بعد الظهر فيه يعيده بعد العصر هذه أشياء من باب الترغيب يفعلها الإنسان من باب الترغيب أحدهم يسأل ما حكم ترجمة القرآن ترجمة حرفية إلى غير اللغة العربية الترجمة الحرفية لكتاب الله القرآن الكريم لا يجوز نص على ذلك العلماء يعني حتى في مجلة يقال لها مجلة نور الإسلام كانت في الأزهر في مصر قبل حوالي خمسين سنة هذه المجلة كان يصدرها مشيخة الأزهر بيجتمعوا مشايخ وبيحطوا فيها بيانات ضمن هذه المجلة ذكروا لا يجوز ترجمة القرآن ترجمة حرفية ما فينا نترجم ألفاظ القرآن ترجمة حرفية إلى غير العربية إنما شو نعمل من ترجم المعنى منقول هذه آية معناها بالعربية كذا 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 فنترجم المعنى نترجم التفسير إلى غير العربية إلى الإنجليزي أو إلى الصيني أو إلى الأسباني أو غيرها من اللغات أما يترجم الألفاظ وحروف الآيات ترجمة حرفية إلى غير العربية هذا لا يجوز قال العلماء كذلك فوق أنه لا يجوز في بعض الآيات لا يمكن أن تترجمها إلى غير العربية ترجمة حرفية لأن اللغة العرب واسعة في بعض الكلمات باللغة العربية لها عدة معاني فشو دي ترجم فيها؟ إذا كان في كلمة لها خمسة معاني وفي كلمة إلى أربطعشر معنى وفي كلمة إلى خمستعشر معنى وفي كلمة إلها 21 معنى شو بلي ترجم؟ لا يوجد في غير العربية كلمة ترادف تعطي نفس المعاني التي تحمله هذه الكلمة على سبيل المثال والاختصار النور لها في لغة العرب هذه الكلمة أكثر من معنى فإذا قرأنا قوله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض ما بيجوز واحد ترجمة مثل ما بيحصل بهالأيام هو اللي عم وزعوا رزنامات باللغة الإنجليزية أو مناشير باللغة الإنجليزية وعليهم من الله ما يستحقون أفسدوا بين الناس وكان كل مرادهم المال والشهرة كاتبين باللغة العربية الآية الله نور السماوات والأرض كاتبين تحتها بالإنجليزي الله is light يعني الله ضو والآية ما هيك معناته الله هو الذي خلق الضو وجعل الظلمات والنور هو خلق كل شيء لا يشبه شيئا من خلقه إن معنى الله نور السماوات والأرض أي هادي إذن النور هنا بمعنى الهادي هكذا سيدنا عبد الله بن عباس فسر هذه الآية وحتى في لغتنا اللي متحور فيها مع الناس ونستعمل هالكلمة نور بمعنى الهادي بتقول الإملة ولدها عند خروجه من البيت صباحا روح الله ينور طريقك ما بيخطر ببالا الله ينور طريقك يعني يحط لك بوجكترات قضوية على الطريق إنما يهديك للطريق الصحيح فإذن باللغة الإنجليزية موجود اليوم وعم يتوزع بهالبلد وبغير هالبلد الإزنامات كالندر يعني أو مناشير أو بعض الكتب مترجمين فيها كلمة الله نور السماوات والأرض ترجمة تخالف الشريعة يقولون الله ضوء الله إزلايت يغطي بدن نبه ولادنا والأهل اللي عم يصنعوا نبه ولادهم حتى لا تدخل هذه العقيدة إلى قلوبهم فتنخدش عقيدتهم كلمة مثلا استوى كلمة استوى في لغة العرب الأصلية تأتي بنحو خمسة عشر معنى إلى خمسة عشر معنى نص على ذلك عدد من العلماء لها خمسة عشر معنى من معانيها ما هو يليق بالله ومن معانيها ما لا يليق إلا بالمخلوق لا يليق بالخالق سبحانه وتعالى وحتنا نحن العرب فيهم تحاورنا فيما بيننا بلغتنا حتى بلهجة بلاد الشام ولا باللهجة بلاد المغرب ولا باللهجة المصرية أو بغيرها بيستعملوا كلمة استوى لعدة معاني بيقولوا مثلا استوى الطبخة ما بيخطر ببيرهم استوى الطبخة يعني أعضي والإمام بالصلاة بيقولهم للمصلين قبل الدخول في الصلاة استووه ولا تختلفوا هو ليس مراده استووه يعني اجلسوا وقعدوا أنا سأبقى قائما لا إلى معنى في لغة العرب يقال استوى القمر أي تم صار بدرا استوى الفاكهة أي نضجت صارت صالحة للأكل يقول الإمام استووا معناه اعتدلوا إذا عدت معاني في اللغة العرب تجي من معانيها استوى في اللغة العرب الأصلية بمعنى قهر قال العلماء إذا قرأنا قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى آية عظيمة وفيها مدح عظيم لله سبحانه وتعالى وفيها إخبار أن الله عز وجل قهر العرش الذي هو أعظم المخلوقات حجما أوسع المخلوقات امتدادا أكبر المخلوقات حجما الله تعالى قهر العرش وما دون العرش من باب أولى مقهور لله مثل ما بتقرأ الآية الكريمة قوله تعالى وهو رب العرش العظيم ما بيخطر لك أنه بس هو خلق العرش بل هو رب العالمين إذن ليش خص العرش بالذكر لأنه أكبر المخلوقات فبيقول علماء أهل السنة والجماعة من السلف والخلف من أهل التفسير وأهل الفقه والحديث وأهل اللغة من فقهاء المذاهب الأربعة من شافعية ومالكية وحنفية ومن فضلاء الحنابلة الرحمن على العرش استوى لها معنى يليق بالله ليس معناها جلسة ليس معناها استقرة ليس معناه حاذ العرش هو مستقل قاعد فوقه فباللغة الإنجليزية هو للتجار المال والمفسدون للناس الذين يريدون المال والشهرة مترجمين هذه الآية للإنجليزية بمعنى أنه الله جلس أو استقر على العرش أو هو أبوف يعني قاعد فوق العرش مستقل فوق العرش هو ليشبه الله بخلقه لو تعلموا علم التوحيد لعلموا أن الله لا يحتاج إلى العرش موجود قبله لا يحتاج إلى الجهة ولا يحتاج إلى المكان سبحانه وتعالى كما أنه عز وجل كان قبل العرش والمكان بلا عرش ولا مكان بعد أن خلق العرش والمكان ما بحاج إلى المكان ولا العرش ولا يتغير عن مكان إذن ما معنى استوى في هذه الآية قهر العرش كلمة قهر يليق بالله أم لا يليق بالله بلى من صفات الله القهر أليس من أسماء الله القاهر ومن أسماء الله القهار والمسلمون يسمون أولادهم عبد القاهر وعبد القهار ما أحدا سمى ابن عبد الجالس ولا عبد القاعد إذن العلم بالتعلم هذا معنى جوابي أنه لا يجوز ترجمة القرآن ترجمة حرفية إلى غير العربية نقول الآية هكذا ومعناها كما قال علماء المسلمين كذا وكذا فمن ترجم المعنى إلى غير العربية لأن القرآن بليغ أعلى البلاغات في القرآن والقرآن معجزة فكيف ترجم القرآن ترجمة حرفية لغير العربية ما هو معجزة هذا القرآن عرف من عرف نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا صبر الخير وأن ينور طريقنا وأن يثبتنا على ما يحبه ويرضاه بارك الله بكم فضيلة الشيخ على هذا التوضيح والإجابات على الأسئلة أسئلة المستمعين الكرام نشكركم جزيل الشكر وإن شاء الله في ميزان حسناتكم إن شاء الله بارك الله بكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير مناوتها مشرقة تدعو للتقوى